القنبلة الكهرومغناطيسية أحد أخطر الأسلحة التكنولوجية تعتبر هذه التقنية القاتلة ذات الأثر الواسع والمدمرة قادرة على إحداث تدمير هائل دون استخدام الانفجارات التقليدية كيف تعمل وما هي تأثيراتها؟ وهل تشبه القنبلة النووية في حجم الدمار؟ هذا ما سوف نتعرف عليه اليوم تعتبر القنبلة الكهرومغناطيسية واحدة من أخطر الأسلحة في عصرنا الحالي فهي تمثل آخر جيل من الأسلحة النووية بقدرتها على إلحاق الدمار بحجم هائل دون الحاجة للانفجارات التقليدية تكمن خطورتها الفتاكة في قدرتها على إعادة البشرية إلى الوراء إلى عصر ما قبل التكنولوجيا حيث تبطل كل الإنجازات التكنولوجية والحضارية التي تم بناؤها على مر العصور الأمر الذي يجعلها أكثر خطورة هو عدم قدرة الجهات المعنية على تحديد مكان الهجمات بسبب عدم إطلاق الانفجارات التقليدية مما يزيد من صعوبة الدفاع ضدها ويجعلها تهديداً لا يمكن التنبؤ به فضلاً عن ذلك تتسبب القنبلة الكهرومغناطيسية في تدمير كل ملامح الحضارة الحالية وبخاصة تلك المتعلقة بالتكنولوجيا والاتصالات حيث يتوقف العالم الحديث عن الوجود الرقمي والتواصل الإلكتروني وتعود البشرية إلى حالة من العزلة والانعزال التام مما يفقدها القدرة على التواصل والتقدم باختصار تمثل القنبلة الكهرومغناطيسية تهديداً مروعاً للبشرية بقدرتها على تدمير الحضارة الحالية وإعادة البشر إلى حالة من العتمة التكنولوجية والعزلة الشديدة القنبلة الكهرومغناطيسية أو القنبلة الإلكترونية المعروفة باسم EMB تعد نوعاً من الانفجارات الكهرومغناطيسية الإشعاعية التي تنشأ نتيجة انفجار قد يحدث بسبب الغالبية سلاح نووي تتميز هذه القنابل بقدرتها على إطلاق نبضة قوية من الإشعاع الكهرومغناطيسي في مجالات معينة مما يتسبب في تعطيل وتدمير الأنظمة الإلكترونية والكهربائية في منطقة واسعة من دون الحاجة إلى الانفجارات التقليدية في عصرنا الحالي أصبحت القنبلة الكهرومغناطيسية من بين أخطر الأسلحة التي تهدد البشرية بجانب السلاح النووي تتميز هذه القنبلة بقدرتها الفتاكة على تدمير المنتجات الحديثة للحضارة حيث لا تقتل البشر مباشرة بل تهاجم البنية التحتية للمجتمع من مصدر غير معروف بلمح البصر يمكن لهذا السلاح تحويل كل وسائل النقل والتكنولوجيا والاتصالات إلى قطع غير قابلة للاستخدام ومع عدم قدرة الجهات المعنية على كشف مصدر الهجوم الكهرومغناطيسي فإن الخطر يزداد تأثيره وصعوبة مكافحته القنبلة الكهرومغناطيسية تختلف عن الأسلحة التقليدية حيث تعتمد على طاقة كهرومغناطيسية تعمل بالموجات الدقيقة ذات الطاقة العالية تهدد هذه القنبلة بتدمير البنية التحتية لمراكز التشغيل وإدارة المعلومات مثل الرادارات وأجهزة الاتصالات الفضائية العسكرية وجهاز الإرسال والاستقبال التلفزيوني بالإضافة إلى أجهزة الاتصالات اللاسلكية على رغم من أن التكنولوجيا القنبلة متاحة لأي دولة أو جماعة تمتلك القدرة على تصنيعها إلا أنه يتوجب على أجهزة محددة امتلاكها ومن الغريب أنه لا توجد دولة عربية تمتلك هذه التكنولوجيا ولكن مصر من بين الدول القليلة التي اتخذت إجراءات لحماية نفسها منها من هذا الخطر المجهول ظهرت فكرة القنبلة المغناطيسية بعد اكتشاف العلماء لظاهرة علمية مثيرة عند تفجير قنبلة نووية في الغلاف الجوي العلوي وقد أطلق عليها اسم تأثير النبض الكهرومغناطيسي ينتج عن هذا التفجير النووي نبض كهرومغناطيسي هائل في فترة زمنية تقل عن مئات نانو ثانية وهي جزء من ألف مليون جزء من الثانية ينتج عن هذا النبض موجة صادمة تتسبب في تشكيل مجال كهرومغناطيسي ضخم يصل إلى ملايين الفلتات يتجاوز هذا التأثير القوى والتدمير الذي تتسبب به ثلاثة أنواع من الأسلحة التقليدية حيث يتم تعطل أجهزة الكمبيوتر وأنظمة الاتصالات بالإضافة إلى أجهزة التحكم الصناعي وحتى أبراج مراقبة حركة الطيران في المطارات والهواتف المحمولة السلاح الكهرومغناطيسي ليس كأي سلاح آخر فهو ليس رصاصة تنطلق في الهواء بل هو موجة أو شعاع ينبعث عبر الهواء تختلف تماما عن شبكة الكهرباء التقليدية بينما تبلغ السرعة القصوى للرصاصة العادية ثلاثين ألف كيلومتر في الثانية فإن سرعة الموجة الموجهة بالأسلحة الكهرومغناطيسية تصل إلى ثلاثمائة ألف كيلومتر في الثانية وهي بالطبع سرعة الضوء لذلك هو سلاح خطير جدا ومميز أيضا عن باقي الأسلحة عادة ما تتأثر منطقة تصل إلى عشرة كيلومترات من مكان الانفجار بآثار هذا النبض إذا لم تكن مرتبطة بقنبلة نووية ويمكن تصميم القنبلة الكهرومغناطيسية لإنتاج نبضة كهرومغناطيسية هائلة من الهواء كما يحدث في انفجار الأسلحة النووية الإلكترونية الصغيرة على ارتفاعات عالية حيث يكفي لتعطيل أو تدمير الأجهزة الإلكترونية على بعد أميال عديدة من مكان الانفجار لأن النبضة الكهرومغناطيسية النووي يتأثر بالمجال المغناطيسي للأرض يتغير انتشار طاقتها بحيث تنتشر في البداية في اتجاه محدد ثم يصبح الانتشار في كل مكان من محيط الانفجار يمكن إسقاط القنبلة الكهرومغناطيسية من الصواريخ أو الطائرات مثل القنابل التقليدية كانت الولايات المتحدة أول من استخدم القنبلة الكهرومغناطيسية كسلاح عندما استخدمت القوات الأمريكية القنابل الإلكترونية التجربية خلال حرب الخليج في عام 1991 كما استخدمتها أمريكا لتدمير البنية التحتية لمراكز التشغيل وإدارة المعلومات في العراق كما تمتلك روسيا والصين وبريطانيا وفرنسا قنابل كهرومغناطيسية متطورة مرتبطة بنظام الدفع والتفجير النووي لكن لم تستخدم أي دولة منهم هذه القنابل وفي عام 2017 أجرت كوريا الشمالية انفجارا كبيرا تحت الأرض للقنبلة الكهرومغناطيسية وبعد ساعات أعلنت نجاح عملية تفجير القنبلة الهيدروجينية وعندما أعلنت كوريا إن القنبلة الهيدروجينية يمكن تفجيرها على ارتفاعات عالية هنا أصبح من الواضح أمتلاك كوريا لهذا السلاح الخطير لكن كيف نحمي أنفسنا من مخاطر القنبلة الكهرومغناطيسية في منع تدمير الأجهزة الإلكترونية؟ يجب أن تكون جميع الأجهزة مغلفة بقفص معدني مصنوع من الألمنيوم لكن تأثير القفص سيكون عديم الفائدة إذا مرت التوصيلات خارجه مما يعني لا يسمح بأشارة الدخول ويجب أن تكون كبيلات الخروج مصنوعة من ألياف ضوئية لا تتأثر بالمجالات الكهرومغناطيسية كما يجب حماية المباني الحساسة وحماية أبوابها كما يجب توفير الطاقة الكهربائية عن طريق مدها إلى أعماق الأرض لا تترددوا في مشاركة آرائكم والاشتراك في القناة للحصول على المزيد من المحتوى المثير شكراً لكم على المشاهدة ونلتقي في الفيديوهات القادمة شكراً لكم على المشاهدة